تغير في الوضعية الجوية مع قدوم اضطراب جوي نشيطة الفعالية على المناطق الشمالية الوسطى والشرقية. يكون مصحوب بتساقط معتبر للثلوج وأمطار وذلك بداية من الخميس وإلى غاية الجمعة. ومن المتوقع تساقط ثلوج على كل من بومردستيزي وزو بيجاية جيجل لبويرا بورج بوعريريج ستيف باتنا خنشلات بسا أم لبواقي ليتراوح سمكها ما بين العشرة إلى خمسة عشر سنتيمتر. فيما ستشهد ولايات الجزائر العاصمة البوليدا بومردستيزي وزو بيجاية جيجل سكيكدا عن نابا والطارف تساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها ما بين العشرون إلى أربعون مليمتر. وذلك إلى غاية يوم غد الجمعة. الوضعية الجوية ستشهد استقرارا مؤقتا ابتداءا من مساء السبت لتعود الافترابات الجوية مع نهاية الأسبوع المقبل.